فضيلة الشيخ أفقكم الله يقول بعض الأئمة يقرأ في الصلاة قريبا وهو قريب من مكبر الصوت في الصلاة السرية بعض الأئمة يقرأ في الصلاة السرية وهو قريب من مكبر الصوت فيظهر صوته عند الناس يقول هل يجوز مثل هذا لا هذا يشوش على الناس يقلب السرية إلى جهرية لا يفعل هذا يبتعد عن المقرهون لأن أكثر الأئمة يجعل فامه بالمقرهون ويزعق ويصرخ على الناس هذا ما يجوز في الصلاة يبعد عن المقرهون ويصير صوته متوازنا قدر ما يسمع من خلفه ولا يكون فيه إزعاج إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة ترجمة نانسي قنقر